حراك الصدر الأخير وجولاته التفقدية وحتى لقاءاته فصرت على أنها خطة أولية للعودة للمشهد السياسي ماذا قرأت في كل ذلك أستاذ نجم؟ يعني من المساء الخير عليك وعلى كل المشاهدات والمشاهدين الكرام يعني أولا السيد مقتضى الصدر سواء اشترك بالعملية السياسية أو لم يشترك فإنه قريب من الناس وأنا كنت وما زلت أقول لربما الوحيد في العملية السياسية الذي يعتبر السيد الصدر يتقوى بالداخل على حساب الخارج بينما كثير من السياسيين وكثير من الأحزاب يتقوون بالخارج على حساب الداخل وهذا لأول مرة يحصل في الدولة العراقية بعد 2003 شخصية دينية اجتماعية وأعتبرت الشخصية الصدر شخصية سياسية وهذا ما نقول بأنه فرق بين الزعيم وبين القائد وبين المدير الزعيم تأتي بالوراثة يعني دائما الزعامة ما تأتي عن طريق فطرة أو عن طريق دراسة أو عن طريق خبرة وإنما تأتي بالوراثة فالسيد الصدر مقتضى الصدر قد حصل على الزعامة بالتأكيد من والده الله الرحمه ومن عمه ومن أجداده ومن آل صدر الذي يعتبرون جذورهم عربية بامتياز أما القائد فبالتأكيد يكون القائد بالفطرة يعني كثير من الذين حكموا العراق وبالكثير من الذين تبوأوا مناصب على ما يبدو فطرتهم وطفولتهم تشير بأنهم قادة وهذا ما حصل بأن السيد الصدر حينما يقوم بالتجوال في المناطق الشعبية أعتقد هو ليس جديد وإنما يحاول أن يعطي رسائل بأنه تعدى عن المشهد السياسي لكن ما زال قريبا من المشهد الاجتماعي موسيقى